شوف الترحيب كيف كان يرحب بالناس يدخل عمار ابن ياسر يستأذن عليه يقول إذن له مرحبا يقول أهلا بالطيب المطيب قال لك تقسم ظهر أخيك لا تمدح هذا الذي نعرفه فقط نغذي عقد النقص كما قلت لكم خطير جدا فهم الدين بطريقة معتلة فهم الدين بطريقة معتلة يغذي أشياء حقيرة جدا في حياتنا وطبعا هذا الفهم المعتل فهم انتقائي اختزالي عليك كذلك انتقائي اختزالي مرحبا بالطيب المطيب يأتيه وفد عبد القيس مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة يأتيه عكر ما ابن من ابن أبي جهد والذي كان على شركه يوم فتح مكة وهارب تعرفون قصته في سيف البحر مشركا الى ان كان مكان ثم عاد يقول مرحبا بالراكب المهاجر ينعطيه حتى اي شرف اي الهجرة عودتك الي نوع من الهجرة على انه لا هجرة اي بعد الفتح ولكن جهاده شوف التألف يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه كان عليه الصلاة وافضل السلام يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم حين يكون في مجلسه رجل منافق رجل متألف القلب رجل ضعيف العقدة كما يقال عقدة الايمان يقبل بوجهه عليه وبحديثه على انه كان من دأبي وعدته ان يقبل بوجهه على جلسائي لكن حين يكون مثل هذا ويخصه بمزيد اقبال لماذا يقول سعد رضو الله عليه يتألفه بذلك يريد له الخير حدثني احد الفناني العرب حدثا شخصيا قال لي يا فلان انا بعد تلك الواقعة لم اعد استطيع ان ادخل المسجد وحلف ابي الكبير قال اللي طول حياتي يصلي في المساجد ان لا يدخل المسجد بعد تلك الواقعة لماذا فنان رجل فنان عنده مسلسلات نخذ اجتماعي وانا اعرف هذا المسلسل نخذ اجتماعي في الصميم قال كنت مع والدي في الصف الاول وجاء الامام قال والناس فقط يرموننا ساخرين مزدرين بأبصارهم هو هذا هو يتحدث عن هذا الكلام كله كما نقول بالعامية تلقيح كلام شوفوا التعريض اللغة الفصحة اسمه التعريض تعريض بالجالس وابيه ما هذا ما هذا اين تعلمتم هذا الجفاء هذه الغض هذه القصوة قلة الادب هذه هذه قلة الادب تنفير للناس من دين الله تبارك وتعالى تنفير للناس من دين الله والله هذا هذا الفنان فنان كبير قدير قل تقريبا او شكنا على الخروج من الاسلام أنا وزوجتي وأولادي أبغضنا الدين إلى أن أنقذ الله بكذا وكذا من أمثال هؤلاء تقول عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي لم يكن يواجه أحدا بما يكره أبدا أبدا وكان إذا رأى أو سمع شيئا يكرهه من أحد لا يقول ما بال فلان قال كذا وكذا أو صنع كذا بل يقول ما باله أقوام يقولون كذا وكذا ويصنعون كذا وكذا خلص وكل واحد يفهم إياك أعني وفهمي يا جارة ما في داعي أن نجرح الناس وهذا التعريض الوقع بهذه الطريقة كالتصريح معروف ولذلك الناس رمقوه وابتدروه بأبصارهم مزدرين غاضبين شيء غريب شيء غريب النبي لم يكن كذلك إطلاقا إطلاقا وهذا ربما يعني يجعلنا نتكلم كلمة الآن عجلة في موضوع موقفه من الخطاء والعصاء المذنبين وقبل أن أتكلم نقد أن نلفل إلى حقيقة نعيشها يا إخواني نعيشها الخاطئ أكثر تعاطفا مع ورحمة ب الخاطئين أليس كذلك نجرب كذلك كنتم من قبله ولكن الممعن في العبادة السائر على الاستقامة للأسف الشديد الموقف الطبيعي الموقف الطبيعي منه وله ما هو؟ أن يزدري الخطاء وأن يحقر بل يقذر أن يقذر العصاء والشاردين لكن هذا الموقف انتبهه ليس موقفا دينيا هذا موقف حيواني أعزكم الله هذا موقف طبيعي هذا موقف حيواني أي موقف عند تحليله علميا نفسيا يكون موقفا طبيعيا متوقعا وحتى ربما يكون قابلا للتنبؤ به فهذا موقف حيواني أو حيوي الموقف الديني ليس موقفا طبيعيا بالعكس التدين يا إخواني جاء لكي يخرج من ماذا؟ من غلاظة ووحشة وقسوة الطبيعة إلى تهذيب ملائكي صمداني علوي هو هذا لذلك تجد المتدين الحقيقي أبدا 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 يرحم العصاء ويشفق عليهم ويرجو لهم الخير والأعجب من هذا كلما كان متدين حقا قريبا من العرفان عارفا بالله تبارك وتعالى وليا صالحا لا يرى لنفسه فضلا أدنى فضل على هؤلاء العصاء بل يرجح دائما في نفسه أنهم أفضل منه يعلم أن زوايا الفضل وزوايا التقييم عند رب العزة مختلفة كثيرا عنها لدى البشر واضح؟ هذا العارف أما ذاك فهو الموقف الطبيعي وهو موقف كما قلت لكم طبيعي يعني حيواني عادي هذا الدين الزائف انتبه وهذا الدين الزائف كثير نسبيا في حياتنا اليوم كثير نسبيا رحمة الله عليه الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ رساء بن تيمية رحمة الله عليهم جميعا عنده كلام في منتهى الروعة والإبداع في كتابه طريق الهجرتين وهذا من كتبه التي يعني فيها نفس عرفاني جميل بصراحة كتاب مؤثر أنا تأثرت به أكثر حتى المدرجة السالكين طريق الهجرتين يتحدث عن مشاهد الناس في المعصية مشاهد الناس يعني مواقف الناس في المعصية ويذكر ثمانية مشاهد رحمة الله عليه المشهد السابع منها مشهد الحكمة مشهد الحكمة بمعنى لماذا يختار الله تبارك وتعالى أن يخلي أحيانا بين العبد وبين المعصية لا يعصمهم يا المعصية حتى هذا في رمضان حسنا كما قلت لكم بعض الناس تزل كلماتهم يكلم بكلمات يذكر إنسان بسوء ثم يستغفر الله طب لماذا لم يعصمه الله بعض الناس يفعل ما هو أكبر من هذا والعياذ بالله والعياذ بالله يقول في رمضان طبعا العياذ بالله في رمضان يفعل لماذا لم يعصمه الله ورفع عنه يد التوفيق خذ له يقول لحكم ابن قيم لا يعلمها إلا الله حكم كثيرة وذكر منها أولا أولا لكي يرحم العصاة مثله أنت الآن عاصي أخوك أحيان عاصة كان في موقف خذان كذلك ارحمه وأشفق عليه ولذلك كما أقول أكثر من مرة من بلغات الإمام مالك في الموطة أنه بلغه هذا منقطع طبعا بلغه عن عيسى عليه الصلاة هو أفضل السلام أنه قال لا تكثروا الكلام بغير ذلك فتقصوا قلوبكم فأسى بيها فتقصوا قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب رب رب أنت كامل معصوم أما أنت زيء مذنئ وربما عندك ذنوب أكبر منه ولكن أحسن الله بك وإليك فستر عليك فهل لا سترت على أخيك الشامة المعير مدعي أنك رب الآن أو ملك كريم لا إلهي لله هذا كذب هذا من الكذب أيضا والدين صدق وأخلاص الدين الحقيقي صدق وأخلاص ليس كذب الدين بارئ تماما من الكذب والإفتعال والإدعاء والاستعراض لا تنظروا في أرباب الناس في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا في ذنوبكم هذا المعجب أيضا في الحديث لا تنظروا في ذنوبهم خليك من ذنوب الناس ما علاقتك بذنوب الناس أنت أنت تفتش على الناس هل من حسابهم إليك شيء ولا من حسابك عليهم شيء أكبر تحكة من الناس تعمل بنفسك انظر في عيوبك في عيوبك هالغناء والكفاء أن تنظر في عيوب غيرك من الناس ولكن انظروا في عيوبكم في ذنوبكم كأنكم عبيد كأنكم عبيد فإنما الناس إثنان مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء ابتلي بذنب فاحشة بصغيرة ارحموا ادعوا له ابكى عليه سيئ الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته ويسترع عورته هذا الموقف الإيمان الحقيقي هذا الدين هذا الدين إلا أن كنت تأبى إلا أن تتلقى دينك من التويتر والفيسبوك والاشتغال 24 على 24 بالناس بفلان وعلان وفلان وتقييم البشرية كلها ما شاء الله علينا هذا ما له عقب الإسلام انتبهوا هذا ما له عقب الإسلام فلذلك أنا أقول لأبنائي والأحبابي والإخواني أيضا وآبائي اللي أكبر وأفضل مني وأسن مني إذا دخلت هذه العوالم قل خيرنا واصبط فقط ألقي كلمة خير ثم امضي إياك أن تشارك في هذه في هذه الأشياء السيئة الرديئة إياك ليس هذا ما للدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر